النهاردة كان عندي اتصال هاتفي مع نجمنا مؤمن زكري انا احنا بنتواصل على الواتساب لكنه الحقيقة فجئت كده بمكلمة من مؤمن قعدنا انداردش شوية اتبسطت جدا انه بيكلمني اولا عادي بنتكلم على الواتساب او بنبعت رسالة على الواتساب لكنه بلاقيته مكلمني يعني مشوفش تلفون كلمته بعدها اولا اتبسطت جد انه يبدأ يتكلم ده بالنسبة لي امر في غاية الاهمية طمني لقيته متفائل جدا مبسوط جدا بولي عندي تطورات ايجابية وحلوة طب النادي يا ابني قال لي زي الفل طب العلاج والشيخ ترك قال لي زي الفل قال لي كل واحد التزم معي تماما بكل اللي اتفق معي عليه التزام تام طب فلوسك قال لي خدت قيمة عادي بالشكات اللي هي تصرف في وقتها في المستحقات في وقتها يعني طب العلاج قال لي شغالي الحمد لله اشعاعات وشغال فحوص وشغال تحاليل وقال لي انا متفائل بشكل غير عادي ومبسوط وهو صوته حتى في حالة بهجة يعني صوته نفسه تحس انه ايه هو مبسوط والحالة النفسية لهذا المرض مهمة جدا 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 فمعنوياته مرتفعة صوته كويس مؤمن تحب تعمل مداخلة قال لي لا يعني الترو طب تحب يعني انقل هذه المكالمة انا عمري ما اعمل حاجة غير لما استاذن الطرف الاخر مستحيل مستحيل يعني قال لي اه يا كابتن انقلها وحتى قال لي بلاش بتفاصيلها بالكامل يعني عشان كده في شوية حاجات كده في المكالمة مش هقولها حاجات ايجابية مستلبية يعني فلاقيته متفائل لقيته سعيد لقيته فرحان لقيته مقبل بشكل جيد عنده امال كبيرة جدا 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 اه اه اتمنى من الله يعني انه اه ربنا يا رب سبحانه وتعالى اه يعني اه يحسن ظننا به وهو ظن بربه كبير وظننا بربنا كبير وان شاء الله بامر الله كل الدعوات اللي الملايين بتدعيها المؤمن زكريا ان شاء الله يجعلها من نصيبه وهذا القدر من المحبة اه لهذا الشاب الطيب الجميل هذه الابتسامة للجميلة الحقيقة وهذه الرعاية من كل افراد الشعب المصري من منظومة كرة القدم من النادي الاهلي برئاسة رئيسه كابتن محمود الخطيب الحقيقة ربنا يا مؤمن يا رب شفيك ويعفيك وان شاء الله باذن الله اه نسمع عنك اخبار حلوة واخبار طيبة نقول يا رب باذن الله طيب ده بالنسبة اللي مؤمن زكريا